أول وأهم خطوة ممكن تسويها قبل لا تخترق أي جهاز أو حتى شركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسر فيديو جديد أتمنى قبل أن يبدأ الفيديو أنك تعطيني لايك وتشترك في القناة راح تحفزني وتسعدني كثير عشان نزل فيديوهات أكثر وأكثر وإذا تريد تطرح أي رأي عندك عن هذا الموضوع اللي راح نتكلم عنه اليوم أو أرى أخرى تفضل في الكومنت حياك الله حبيبي اليوم راح نتكلم عن information gathering جمع المعلومات من أهم أهم الخطوات وأولها في اخترار أي إن كان جهاز لابتوب جهاز طوال الشركات إلى آخره تمام كانت تكون كابلاك هاد طبعاً ما ننصحكم هذا الشيء لأسف الشديد أنه أغلب الناس يسحبون على خطواتي ليش؟ لأنه تعتبر تقريباً موملة يعني إنك تدور أنت ما تتطبق على بواقع أن تستخدم إلى آخره لا أنت قاعد تدور قاعد تبحث هي مهمة عشان لأنه أنت راح تقطع شوط طويل جداً وتختصر عن نفسك تمام؟ اليوم راح نتكلم من وجهة نظر للشركات والأشخاص أو الأفراد تمام؟ أول حاجة راح نتكلم عنها جمع المعلومات للدومينز أو الشركات عنديكم موقع هذا اسمه DNS دوم باستر هذا اسم نبحثه في جوك راح يطلع لكم أول سيرش راح نبحث عن تويتر داتكم نسوي سيرش فكهز الموقع هذا راح نجلب لك تفاصيل عن الدومين التويتر داتكم مثل نقول لك هنا الـ IP Host Location الـ Newestate مثل عندكم هنا ديني السيفر المكس ريكورد تمام؟ و جاب لكم هنا الـ Hostel هي الـ A يعني الـ IP version 4 تمام؟ مثل تشوفون التفاصيل هذه كلها طلعتها من تويتر تمام؟ تفاصيل كثيرة صراحة راح تفيد ناس كثيرة تمام؟ هذا بالنسبة للدومينز تمام؟ و عندنا شيء آخر وأفضل وأقوى أداة في جمع المعلومات وأخطرها يعني كن حذر عند استخدامك لها تمام؟ بالنسبة للعمر بالنسبة للـ Shodan دعنا نبحث مثلا نقول ويب كام حسنا الويب كام سبعة نرى تمام؟ هنا في ويب كام تمام؟ دعنا IP ويب كام الويب كام البورتات المفتوحة هذه في لندن United Kingdom أوكي تمام؟ كما تراحون في دبورت 88 في الويب كام هذي؟ دعنا نرى 88 أوكي 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 واشهذا؟ عندي صلاحة هناك كثيرة من لازم طيب مثلا براوس اووكي كذا هذا وشو دخلت على الناس بيت واحد دخل طب ما نصحكم تجربون يا شباب لأنه يعني بتنطرحون تمام فيه البحث هذا طبعا شو دون يستخدم أكثر برضو في في طرق من طرق تستخدم عشان توجد الثغرات في المواقع في المنصات راح يفيدك بس لا تستخدموا كده يعني بهالطريقة تمام مثلا هنا مثلا اوكي 80 80 طيب 28 quanto 20 90 30 40 40 40 40 40 الـ 86 صح نعم سألتح سألتحنا صلاحيات رأيك ممكن يكون admin password admin ممكن أو ممكن يكون admin password برضو غلاط خلاص في بعض الشركات أو بعض الأماكن الـ password يكون default عندكم LinkedIn إذا كنت تناوي مصيبة تجمع معلمات عن الشركة وتشوف نقطة الطعف الأشياء الناكس عندهم الأسعب الشديد أن الشركات عندما يقدمون وظائف أو يقدمون أن نحتاج أشخاص في هذا المجال يضعون مجال دقيق جداً و بالتالي أنه يسمح الناس كثير يعرفون نقطة الطعف الشركة قلينا نتكلم عن الأشخاص الأفراد كيف تنجمع المعلومات عن أشخاص وكيف هي خطورة المعلومات اللي يقدمونها كشخص عادي أكيد أنا شاركك يومي وأشاركك الأشياء اللي يقدمها والأشياء اللي يشتريها إلى آخر مثلاً شخص عادي ما هو مشهور في سناب شات إنه يخلي عام ولا في تويتر مهما كان يتكلم يقول والله يا عيال شريت جوال آيفون 11 وبروك الله يبارك فيك الأخرى أنت رح تعرف أنه جواله نوع نظام آيو اس فتعرف أنه جواله آيفون 11 تعرف من الإصدار الفلاني فمثلاً والله يا عيال أنا أكثر واحد ما أحدث تحديثات مجايبي بطريقة مزحي معايدي إنه هذا الشيء وراه خطورة لا تمام؟ فتعرف أنه والله هو آيفون 11 هو ما يحدث تحديثات تعرف أنه التحديثات للآيفون 11 لما تشتريها يكونوا على التحديث الفلاني التحديثات جديدة اللي يتغطوا ثغرات القبر فتشوف الثغر الفلانية موجودة في التحديث القديم هنا تقدر تتعامل معه يعني بدل ما تكون مثلاً فأنت ما تعرف جوال آيفون جوال هواوي سامسونج فما تعرف الجهاز اللي يستخدم فلما تعرف الجهاز اللي يستخدمه راح تقطع شوت طويل لك فلما تشوف المعلومات الثانية مثلاً اسمه اسمه الأخير وانساكن يصور مثلاً مطعم هذا المطعم جن بيتنا أحلى مطعم وروحنا ماشي فتعرف أنه بيته في الحي فلاني فلما تجيه خاص تقول ترى أنا عارفك وعرف اسمك واسمه أخوانك مثلاً يوم الأيام زل وقال اسم أخته فتعرف أنت عندك أخت اسمه كده فلما جيه واحد ثاني يقول للمعلومات هذه ويقول على سلسنة ترى أنا هاكر لا حبيبي ما أنت هاكر أنت جمعت معلومات فقط فمثلاً والله أنت ساكن مثلاً في الحي مثلاً الصحافة في الرياض المكان الشارع فلاني فلا أنت لما تشوف الشخص يقول كلام هذا مرة وحدة تنصدم اللي أنت أصلاً نشرت للناس طيب في السوشيال ميديا وش بحث ممكن جمعت معلومات عن أشخاص الصور يصورونها أنا تكلمت عن متا داتا في حسابي هنا ممكن تشوفون الكلام في حساب تويتر تكلمت عن متا داتا بشكل مختصر خلينا نشوف كيف نطلع المعلومات من الصورة اللي صورنا طيب الموقع حقنا واشوه اسمه جيفري او جيفري او او جيفري اميج متا داتا في حسابي تكتب جوجل كده ومورك تمام طيب خلينا نفحص صورة عندنا أنا صورتها من زمان ونشوف تفاصيل الصورة هذي نختار ملف ونشوف الصورة هالي صورة صورتها لدرس معين في سلايدات دي قد نطلع المعلومات عنها طبعا كأنه أنت واحد وأرسلت الصورة اوكي خد نشوف الصورة هالي طويل العمر تصورت في ايفون هد ستة طبعا الكاميرا دقت الكاميرا يعني متا تصورت ساعة تسعة تس وخمسين واحدة ذين ثانية الصبح كانت في وقت المحاضرة الأمانة أذكرها تصورت من قبل سنة وستعاش يوم وواحدة وشين ساعة وواحدة ربين دقيقة بالضبط تصورت طبعا لو تنزلون تحت سيادة راح طلع لكم معلومات أكثر وأكثر عن الصورة تصورت تصورت تحديد الدول تصورت تصورت تفتاحها أيضا زيادة فتشوف النوت حقتها تفاصيل أكثر وأكثر هنا يقول مثلا الفايل هو والأشياء اللطيفة الجميلة الحنونة اللي ما تقدر تخلص يا زاتر تفاصيل هذه كلها من صورة انتم تصورين صورة واحدة طلعت المعلومات هذه كلها فما بالك لو أخذت الصورة معينة من شخص هو ما يدري وفحص الصورة تطلع لكم معلومات بس للأمانة الأجزة الجديدة يعني حاولت أن أخذ الصور من الأجزة الجديدة أشوف أن البيانات يعني تنحذف ما يطلع لي تفاصيل أن الجوال فلان جواب فلانا بس في جوالات تنفع وفي جوالات لا على حسب وفي مواقع مثل تنزلها مثل الستقرام يحذفون الميتا داتا هذه عشان ما تطلع لك تفاصيل الفضائح وين تساكن وين إلى آخر تفاصيل كلها وحدة جوالك فما أدري الأمانة الشركات يحذفون لا بس استقرام شركة استقرام صرحت أنه قالت أنه ترى إحنا نحذف الميتا داتا هذه والأسف ممكن أنها موجودة لحد الآن عموما هذه التفاصيل ممكن جبناها بس من صورة واحدة أنت متصور الصورة هذه لصورت الأخويك عشان توريه مثال تطلع المعلومات هذه كلها جوالك الآخر ومتى صورتها ومن متى تصورت فشيء يعني لا أدري صراحة ما أقول خلينا ننتقل للكالي أهلا وسهلا فيكم في الكالي طبعا راح نشوف أداة معينة بس قبلها راح أقول لكم عن حاجة جدا مهمة البيب اللي هي هذي بيب هذي راح تواجه الناس كتير لمشكلة تحميل البيب لازم تكون عندكم نسخة الأخيرة وحلها جدا رسيط طبعا البيتون 3 يكون قد نستخدم في كالي 2020.3 أخر ستار والتحميل طبعا لو ترجعون للفيديو القبل شرحت كيف تحمل وتقيبا نفس الخطوات بس اللهم خطوة واحدة بس وسووه لسكب ما في اي اختلاف كيف نحمل البيب طبعا أنا في النسخة الأخيرة راح نستخدم بسودو منين روت فنقول أبت نستخدم نستخدم بايثون 3 بيب طبعا أنا انستخدم عندي موجود فيقول إنه ترى موجود تمام كذا انحلت المشكلة كانت تحملها بيب المشكلة جدا بسيطة يعني وحلها جدا بسيط طيب نبي نحمل أداة اسمها شيرلوك شيرلوك أكيد سماعته فيها أو مسلسل تعرفونه اسمه شيرلوك طبعا كيف نفتح الأوكن نحمل أداة اسمها شيرلوك شيرلوك جيتهب جيتهب نرجع من جديد ونشوف اللي هو يا طويل العمر نحمل أنا قد شرحت كيف تحمل من قبل بس بشرحها من جديد طبعا أنا هنا سودو لأنه أنا يزيني 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 أمورة طيبة كيف نحمل الأداة؟ سيدي راح تشوفون Tools اللي سويته طبعاً ما سوي ملف من أول نحذف الملف Tools المهم ندخل على اللي هو Tools CD أنا أرادة حملتها وسويت عندها اللي هو هذا هو كل اللي هو حى ها هنا سويت Sod getClown وحملت الملف Sharelock هنا طيب هم يتحمل بيكون ملف sharelock بتدخل Sharelock ملف Sharelock تكفل ال Row S راح تشوفون Requirement.Text و ما راح تسوي تروح الموقع هنا طبعاً الخطوات كلها موجود هنا لما تحمل تسوي CD Sharelock الملف Sharelock وبعدين تسوون الانستول الريقوامنت وش تسوون بايثون 3 مبيب مسافة بيب انستول الريقوامنت نساقها زي ما هي نساقها وراح يتحمل عندنا الريكوست طبعا الريدي انا محمل عندي وخالص طيب كم نشغل اداة شرلوك نسوي CD شرلوك من جديد لكي ندخل على اداة نفسها ونشوف هنا وينها حسنا هذه شرلوك.python بايثون 3 شرلوك.py ونحط الوزر اللي يريد اندور عنه والله انا بدور عن يوزر اللي هو ياسر ريد عندي ياسر ريد عندي في التليجرام وعندي في توتر ونشوف يطلح هو هنا راح يسوي شيك للحسابات الموجودة تمام في حسابي المستخدم ياسر ريد على حسب الوزر هذا حسنا حسنا فيسبوك في اسر ريد اسي كيو تمام نشوف يبحث برضو عن يوزرات اوكي في تيك توك في تيليجرام طير في تويتر حلو لقينا الموبايل تويتر لقينا الحسابات هذي هل في مواقع ثانية ياسر ريد طير حالي طلع هذي هنا ننسخة كتر أول سي ونروح للرابط هنا ننسخ الرابط ونشوف هل بيدخلنا على حسابنا او لا شوف هذو حسابي في تويتر طيب ما رأيكم نشوف مثلا في تيليجرام هل هو حسابي نفسه او لا اوكي طيب وش نستفيد من الاداة هذي طبعا الاداة هذي راح تديب لك اي ملف لو تسوي طبعا برميشن دينايت عشان نسوي الملف في ياسر لازم نكتب قبلها السودو عشان نسوي الملف زي كده تمام نسوينا كات ياسر هذي هاليوزر اللي قيناها موجود في الوبسايت هذا تقريبا اللي عندي انا واتمنى انكم استفدتوا استفادة تامة وكيف ان انت تعرف يعني المفروض انك عرفت انه اهمية المعلومات حقتك فمن يوم ما رايح ما بي منك تقول لي والله انا شرت جوال فلاني انا استخدم جوال فلاني انا مكان كده انا مكان كده انتبه باللي يعني يعني تنشره في السوشال ميديا يعني كل معلومة راح تنقلب ضدك الأمانة الصراحة يعني برضو راح يكون اتزاز البنات يعني شوان راح يكون اتزاز البنات يعني بنت مثلا في السناب ولا في تويتر مهما كانت ترسل تغريدات وتعاطي معلومات عنها اسمها ولا ذكرت تغريدات اسمها اسم ابوها اخوانها فلما شخص يجيها بالخاص يقول ترى اسمك كده اسم اخوانك كده انت ساكنة في الحي فلاني انت ساكنة مثلا في الجدة الساعة الفلانية تروحين للجامعة الفلانية فلما تشوف البنت تنصدم اوه كيف وشلون يعني هي ما عندها وعي ما تدري انه هالمعلومات اصلا اظهرات العامة وبكده اتمنى انه يعجبكم الفيديو انا عارف الفيديو شوي جسم في حاجات كده لطيفة جميلة حنونة واتمنى انكم استفدتوا اي رأي عندك اكتبوا الكومنت ولا تنسى اللايك حبيبي واشترك بقلام بس هذا عندي